لأن أغلى كنوز مصر هي الثقافة وأعظم ما تملكه الدولة المصرية هي القوى النعمة وليه بنسميها نعمة؟ لأن الثقافة بتهذب من الروح وبتديك كده قوى نعمة وهي القوى الشاملة اللي فعلا بتقدر تغزو القلوب بالفن والأداب وكمان أنت أحيانا مش الفن بيساعد كتير يعني عمرنا ما كنا ننسى سيدة أمو كلسوم في أزمات كثيرة مرت على مصر كانت تجوب محافظات مصر شرقا وجنوبا وغربا وشمالا وجنوبا وأيضا كانت تخرج للبلاد العربية وكانت تخرج أيضا للبلاد الأوروبية من أجل مصر هذا هو الفن احتل الفن دايما الوجدان بالصوت القلم المايكروفون والكاميرا وده دايما اللي بيوجه لي طول الوقت رئيس عبدالفتاح السيسي دايما تلاقوا السيدة الرئيس يتكلم عن الوعي ويقول أرجوكم اهتموا بالوعي اهتموا بوعي الإنسان لأن وعي الإنسان مهم وتلاقوا دايما لما كان يتحدث حتى عن الدراما يطلب من العاملين في المجالات الخاصة بالدراما مسلسلات وأفلام أنه يكون فيه تشكيل للوعي يقدموا فكر ويقدموا أفكار تقدر تساعد الإنسان وأنها تهذب أيضا من الإنسان وكمان كان سيد الرئيس يعني يمكن في آخر لقاء لي شفناه في افتتاحات مشروعات مصر الرقمية كان يتحدث عن الإبداع ويتحدث عن رموز مصر ويتحدث على أنه الإبداع مش بس في الفن والموسيقى والرقص والغناء ولكن الإبداع أيضا في العلم في براءات اختراعات في اكتشافات كثيرة تشجيع الشباب الموهوب في كل أنحاء جمهورية مصر العربية ولذلك جاء إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باتخاذ منتدى المتحدة للإبداع وذلك حيكون بإذن الله قبل نهاية العام الجاري وبدأت بالفعل الأعمال التجهيزية للمنتدى أعتقد المنتدى ده حيكون مهم جدا لأنه حنشوف الإبداع وإحنا بلد مع شوق فن وتحب الفن والإبداع أنت هتلاقي كده على فكرة الموطن المصري هو ماشي في الشارع يعني هو فنان هو بيحب الفن عاشق للفن ودايما بيعلق ودايما بيقول